علوم الصف الاول اعدادي اختبار كراسة كتاب الأضواء على الواحدة الاولى واختبار شهر مارس صفحة 18 خم واحد ألف أكمل ما يأتي واحد تسمى كباتات النحاسة المائية باسم نقاط بلورات التوتيا الزركاء بينما هيدروكسيد السوديوم باسم السودا الكاوي اتنين عدد زرات مجموعة النترات نو سري ثلاثة اوه واحدة اين بكتاكام اربع زرات بينما عدد عناصر مجموعة البيكربونات اتش سي او سري الاوه والسي والاتش بثلاثة ثلاثة نقاط تحمر سبرة عباد الشمس صح الاحماض بينما الكلويات تزرق سبرة عباد الشمس اربع تتحول زرة الفلز الى ايون ايون موجة اثناء التفاعل بينما تتحول زرة اللافلز الى ايون سالب حمضة الكابريتيك و حمضة الكربونيك حمضة الكابريتيك الصيغة الكيميائية H2SO4 و الصيغة الكيميائية الحمضة الكربونيك الحديد و الكربون من حيث نوع العنصر و قوالية الترك والسحب الحديد عنصر فلز والكربون عنصر لا فلز الحديد قابل للسحب والترك والتشكية الكربون غير قابل للسحب والترك والتشكية اكمل الاركام من 1 الى 6 في الجدوى التالي امركب الكيميائي رقم 1 السوء الكيميائي كابريتات السوديو الكابريتات السوديو عادل العناصر فيهم بركب ال-O وال-S وال-N-A يبقى ثلاثة عناصر فوسفات الماغنسيوم الماغنسيوم Mg والفوسفات B-O-4 داسو نائي و داسو لاسي هنبدل يبقى Mg سري B-O-4 عادل العناصر ال-O وال-B وال-Mg يبقى ثلاثة S-O-3 ثالث اكسيد الكابريتات السوديو او اكسيد الكابريتات السوداسي عادل العناصر اثنين ال-O وال-S اثنين 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 مجموع كتل المواد داخلها في التفاعل الكيميائي تساوي مجموع كتل المواد النتيجة عنه قانون بقاء المادة قانون بقاء المادة ثلاثة غازات حمضية تسبب التهاب العين وتهيج الجهاز العصبي اكسيد النيتروجي با ماذا يحدث في الحالتين الاتيتين واحد تعرض ساكز واجية مبللة بحمض الهيدروكلوريكو مركز الى غاز النشادر هذا يكون سحب بيضاء من كولوريد امونيوم اثنين احتراك الفحم والالياف السوليزية تلوس الهواء بمواد سامة تصيب الانسان بسرطان الرئة من الشكل المقابل ما نوع تفاعل اللازيوم ما سيره الشكل اتحاد مباشر اتحاد عنصر لافلز مع عنصر لافلز مع كتابة معادلة التفاعل المعبر عنه سي زائد او تو حرارة سي او تو اتنين مع نوع مركب الناتج اكسيد لافلز ثلاثة ثلاثة ما تحتوي خط في عبارة الاتية واحد اكسيد النيتروجين تسبب تحييق الجهاز التنفسي وتآكل المباني الكابرية ثلاثة الاسم الشائع لهيدروكسيد السوديوم هو ماء الجير هيدروكسيد الكالسيوم ثلاثة في الايون السالب عدد ابروتونات داخل النواة يساوي عدد الاترونات التي تدور حولها طبعا بيكون ايه اقل من رقم بقى قعد كتابة المعادلتين التاليتين بعد وزنهما الهيدروجين هنا اتنين وهنا واحد حط هنا اتنين واليود هنا اتنين كده ايه معادلت وزن اتنين الالمونيوم عندي هنا ايه اتنين الالمونيوم وهنا ايه وهنا واحد حط هنا اتنين طيب الاتنين في تلاتة بستة ايه اللي انضرب في اتنين دين ستة ايه التلاتة جيم ماء المقصود بكل من التكافؤ عدد الاترونات التي تفقدها او تكتسبها او تشارك بها الزر اثناء التفاعل الكيميائي مين التفاعل الكيميائي كاسر روابط بين جزئات المواد المتفاعلة وتكوين الروابط جديدة معอلف واضح بالرسم التخطيطي كيفية ارتباط زرات태 اكسجين udo ايه القوان ه田ه الزر الاولى هذا النواة تمام بروطونات مستوى الاول واحد اثنين وده مستوى الثاني واحد اثنين ثلاثة اربعة كمسة ست ، زائد الزر التنية النواة تمانية مستوى الاول واحد اثنين مستوى الثاني اثنين ثلاثة بعد خمسة ستة. اده مستوى الاول واحد اتنين. اده مستوى الثاني واحد اتنين. ثلاثة اربعة خمسة ستة. واحد اتنين. واحد اتنين. تلاتة اربعة خمسة ستة. طبعا ربط ايه? ربط تساهمية ثنائية. باق متفاعل التالي. وضح كيفية تحقيق قانون بقاء المادة مع ذكر نص القانون. علم بان الكتل الزرية الجرامية للسوديوم تلاتة وعشرين والكلور خمسة تلاتين ونص. مجموعة الكتل المواد المتفاعلة يساوي اتنين سوديوم كام تلاتة وعشرين. يبقى اتنين في تلاتة وعشرين. زائد كلور زرطي بقى اتنين في خمسة وتلاتين ونص. الاتنين في خمسة تلاتين ونص واحد وسبعين. والاتنين في تلاتة وعشرين ستة واربعين. ستة واربعين زائد واحد وسبعين تساوي كام مية وسبعتاشر جرام. تعالي نشوف بقى مجموعة كتل المواد الانتاج من التفاعل. اتنين وافتح كوبس. السوديوم تلاتة وعشرين. والكلور خمسة تلاتين ونص. بتساوي كام? بتساوي مية وسبعتاشر جرام. مجموعة كتل المواد المتفاعلة يساوي مجموعة كتل المواد الانتاج اذا يحق قانون بقاء الملد. جيم اسكور مثلا واحدا لكل من واحد. غاز شديد الخطورة يسبب الصداع والاغماء والامن في المعدة. اول اكسيد الكربون. اتنين جزء مركب به رابطة تساهمية وحدية طاح الماء. ثلاثة. مجموعة زرية ثلاثية تكافؤ. صح. الفسبايت. الموزج الادواء واحد شهر مارس صفحة عشرين. سؤال الاول. اكمل العبارات الاثتية. واحد. تؤدي اكسيد الكابريت الى تهايج الجهاز نقط. صح. الجهاز نفسي. بينما اكسيد النيتروجين تؤدي الى تهايج الجهاز صح. العصبية. نين. الرابطة في جزء كولوريد السوديوم. رابطة صح. ايوني. بينما الرابطة في جزء الهيدروجين. رابطة تساهمية وحدية. ثلاثة. السودة الكوية. الاسم الشائع له. هيدروكسيد السوديوم. بينما ملح الطعام. الاسم الشائع له. كلوريد السوديوم. كلوريد السوديوم. اربعة. العنصر الفليزي السائل الوحيد هو. الزئبك. بينما العنصر اللافليزي السائل الوحيد هو. البروم. با. اكتب الصغة الكيميية لهيدروكسيد الالمونيوم. الوح. الالمونيوم تكافأ سلاسي وده احادي. هنبدل. يبقى الوح بغي سري. السؤال الثاني. واحد. السؤال الثاني. الف. اختر الاجابة صحيحة. مما بين الكوسين. واحد. اتحدى النشادر مع حمض الهيدروكولوريكي ومركز. مكونا نقط من كلوريد الامونيوم. طبعا سحب ايضاء. بركم جيد. اتنين. العنصر. الذي عدد الزر نقط يكون رابطها ايونية مع الاكسجين. اتنين. عشرة. اتناشر. ستاشر. صح. رقم جيد. اتناشر. تلاتة. حمض الكابريتيك يتكون من نقط زرات. اربعة او. واحد اس. خمس. خمس واتنين سبعة. رقم جيد. اربعة. عندما تتحول الزر الى ايون. فان عدد نقط يتغير. البروتونات. الاكترونات. الاكترونات. جمع ما سبق. صح. الاكترونات. رقم باق. العدد الكتلي. بروتونات. الاكترونات لا يتغير. باق. حق قانون بقاء المادة. لمعادلة اتية. علم بان كتلة المغنيس حم 24 جرام. وكتلة الاكسجين 16 جرام. مجموع كتلة المواد متفاعلة. مجموع كتلة المواد المتفاعلة. يساوي. اتنين في اربعة وعشرين. زي. الوكسجين اتنين. في ستاشر. اتنين في اربعة وعشرين. تمانية واربعين. نفست عشر. اتنين وثلاثين. يساوي كام تمانين جرام. مجموع كتلة المواد المتفاعلة. يساوي مجموع كتلة المواد المتفاعلة. اذا يحق قانون بقاء المادة. نموذج اتنين. اتنين صفحة واحد وعشرية. سؤال الاول. الف. اكتور مساحة العلمي. واحد. كسر روابط بين زرات جزئات المتفاعلات وتكوين روابط جديدة. في النواتج. صحة التفاعلات الكيميائية. اتنين عدد الوكترونات اللي تفقدها. او تتسبها او تشارك بها الزرة في التفاعلات الكيميائية. التكافؤ. تلاتها روابطة كيميائية تنشأ نتيجة كوات تجازو الكهرابي بين ايون مجب وايون سالب. الروابطة الايونية. اربعة. مركبات تنتج من اتحاد عنصر في الزي او لا في الزي مع الاكسجين الاكاسي. با. اكتب معادل الاحتراق شريطة الماغنيسيوم في جو من الاكسجين. تو ام جي زال او تو حرارة تو ام جي او. السؤال الثاني. الف. اكمل عبارات الاتين. واحد. عندما تتفكك الاحماض في الماء تعطي ايونات الهيدروجين المجاب. وعندما تتفكك الكرويات في الماء تعطي ايونات الهيدروكسيد السالبة. اين. تحقيق قانون بقاء المادة. يجب ان تكون معادلة موزونة. ثلاثة. عندما تفكت زرة العنصر الالكترون او اكسر تتحول الى ايون موجة. وعندما تتسب الالكترون او اكسر تتحول الى ايون سالب. اربعة. مجموعة الكربونات تكافؤها سناء. بينما مجموعة اناترات تكافؤها احادي. با. اوضح بالرسم التخطيطي الرابطة بين زرطاي الماغنيسيوم والاكسجين لتكوين مركب اكسيد الماغنيسيوم. الماغنيسيوم. اتنين تمانية اتنية. زائل الاكسجين. اتنين ستة. ده بفض اتنين وتحول الايون موجة. وده يتسب اتنين تحول الايون سالب. يبقى اتنين تمانية. هاو الايون موجة اتنين. اتنين تمانية. هاو الايون سالب.